اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عند صور استعمالها وأخص بذلك الجهر أو الإخفاء أليس كذلك وتكلمنا عن ماذا تكلمنا عن الجهر وقلنا بأنه أروي أداء لا نصا عن من؟ عن أبي عمر من رواية القصباني عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمر كان إذا آثر الإضغام فإنه يخفي ميم الرجيم عند باء باسمي وهذا يقتضي إظهارها والجهر بها أليس كذلك؟ وكذلك رواه أبو حمدون عن اليزيد عن أبي عمر وذلك كما نص عليه أبو عمر الحافظ الداني في تيسيره بأنه أداء لا لا نص وانتهينا إلى مسألة الإخفاء وأن الرواة في ذلك ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أما القسم الأول الذي روي عنه أو أتا عنه إخفاؤها في جملة القرآن نقصد بذلك في أول الفاتحة وفي سائر في سائر القرآن وهذا روي عن من؟ روي عن خلف وأبي حمدون عن المسيبي عن المسيبي عن النافع روي إخفاءها في جملة القرآن في ماذا؟ في أول الفاتحة وفي فيما بقي من سوري القرآن وكذلك روي عن إبراهيم ابن الزربي عن سليم عن حمزة جميل هذا القسم الأول القسم الثاني روه ماذا؟ روه الجهر بها في فاتحة الكتاب وأخفوها في سائر القرآن من الذي روى هذا؟ رواه الحلواني عن خلف رواه الحلواني عن خلف أما القسم الثالث وهو التخيير التخيير بين الجهر والإخفاء وقد رواه الحلواني أيضاً لكن عن عن خلاد وهل تدخل الفاتحة أم لا؟ لا تدخل حملاً كما قلنا على روايته عن عن خلف عن خلف لكن جاءت بعض الآثار تدل على أن الرواية أيضاً عن نافع بغير استعاذة مطلقاً لا بجهر ولا بإسرار لا بجهر ولا ولا بإسرار روا ذلك الحافظ الداني قال حدثنا عبد العزيز بن جعفر وهو الفارسي قال حدثنا من؟ عبد العزيز بن جعفر أن عبد الواحد بن عمر حدثهم قال حدثني أبو بكر شيخنا قال حدثني الحسن بن مخلد قال هذا الحسن بن مخلد قال سألت عبد القاسم بن المسيبي عن استعاذة أهل المدينة هل يجهرون بها أم يخفونها هل يجهرون بها أم يخفونها فقال ماذا ما كنا نجهر ولا نخفي ما كنا نستعيذ البتة ما كنا نجهر ولا نخفي ما كنا نستعيذ البتة جميل هذا رواه من؟ رواه الحافظ الداني في جامع البيان قال حدثنا عبد العزيز بن جعفر أن عبد الواحد بن عمر حدثهم قال حدثني من أبو بكر شيخنا قال حدثني الحسن بن مخلد قال سألت ابن المسيبي عن استعاذة أهل المدينة هل يجهرون بها أم يخفونها قال ما كنا نجهر ولا نخفي ما كنا نستعيذ ألبتة فهذا نص على أنهم ما كانوا يستعيذون على هذه الرواية جميل لكن بالنسبة لحمزة جاء أيضا علي الحافظ الداني في جامعه أنه قال بتحديثه قال حدثنا هنا يقول من الفارسي هناك قال عبد العزيز بن ابن جعفر وهنا قال حدثنا الفارسي وهما فهما شيء واحد فتنبهوا لهذا قال حدثنا أبو طاهر ابن أبي هاشم قال حدثني أحمد بن عبيد الله قال حدثنا الحسن وسكت وهو ابن أبي ابن أبي مهران قال حدثنا الحسن وهو ابن أبي مهران نعم قال حدثنا الحلواني حدثنا من الحسن قال حدثنا الحلواني عن خلف عن سليم فقانوا يخفون التعوذ هو خلاف ما قلناه أولا يخفون التعوذ ويجهرون بالبسملة في فاتحة الكتاب خاصة في الحمد لله خاصة هكذا قال ويخفون التعوذ والبسملة في سائر القرآن ويخفون التعوذ فهذه الرواية تعطي ماذا أن الحلواني قرأ على خلف بماذا بإخفاء الاستعاذة في عموم القرآن في فاتحة الكتاب وفي سائر الصور جميل أيضا قال الحلواني وكذلك فعلت عند القراءة على من على خلاد على خلاد حكاه الداني بنفس الإسناد بأن الحلواني قرأ أيضا على خلاد بإخفاء التعوذ سواء في فاتحة الكتاب أم في سائر القرآن يعني عرفنا هذا الآن إذن الحلواني روى عن خلف وعن خلاد أيضا ماذا الإخفاء إخفاء ماذا إخفاء الاستعاذة في سائر القرآن خلافا للرواية التي ذكرناها أولا عن من؟ عن ابن الباذيش في إقناعه أليس كذلك؟ فهذا الإخفاء عامة إذن يزاد هذا الإخفاء على إخفاء إبراهيم ابن الزربي عن سلين ويعدد هذه الرواية ما ذكره الخزاعي في منتهاه قراءة على شيخه حيث قال وكذلك رواه الحلواني عن خلاد أي الإخفاء بالإخفاء رواه من؟ الحلواني عن خلاد وخلاد فجمع بينهما فاتحدت الروايتان على هذا الحكم إذن يقول الخزاعي في منتهاه بأن الرواية حيث قرأه بإخفاء بإخفاء الجاهر في سائر القرآن في رواية من؟ الحلواني عن خلاد عن خلاد وخلاد وإبراهيم ابن الزربي عن سليم فكأنه جمع ما تفرق وقد روي أيضا من طريق أبي الحسن التخيير روا التخيير في هذا يعني أن الحلواني روا التخيير عن خلاد وهذا هو الذي ذكره ابن الباذج في إقناعه وروي أيضا عن ابن عبد الواحد من طريق الجامع من طريق الجامع الداني أيضا أن رفاعي روا عن سليم أنهم كانوا يستعيدون في أنفسهم إذن هذه الأشياء يجب أن تعرفوها جميل إذن أخذنا الآن الجهر وأخذنا الإخفاء وأخذنا الإخفاء نعم الآن لما أخذنا الروايات أين العمل بالإخفاء؟ هذا العمل بالجهر مستمر العمل بالجهر مستمر لكن العمل بالإخفاء هل انقطع؟ من طريق قد انقطع ولكن من طرق أخرى لم ينقطع فهو لم ينقطع فقد استمر عملا عند القرع هناما يقرأه مع نفسه أو في نفسه فلا زال إخفاء الاستعاذة مستمرا فالتنبه لهذا وكذلك في الصلاة على أصحي الوجهين أنه يسر بها في الصلاة وكذلك يسر بها عند قراءة بالدور فالعمل ما زال مستمرا كما هو في حلقتكم اليوم فأنتم حييتم هذه السنة فأنتم تخفون الاستعاذة الأول يستعيد لكن الذي يليه في الدور لا يستعيد اجتزاء بماذا باستعاذة الأول فكأنها قراءة واحدة وبهذا استدل بعض الأئمة على الاستعاذة في الصلاة مرة واحدة في الركعة الأولى وأجروا القراءة في الركعات الباقيات على أنها قراءة واحدة لأنها تجمعها صلاة واحدة ومنهم من لم يجتزئ ولم يقنعوا ذلك وأصر على أن يتعوذ لكل لكل ركعة وقال بأن كل ركعة مستقلة بالقراءة كان الإمام مالك لا يتعوذ في المفروضة ولكن هو يتعوذ ويستعيذ في قيام قيام رمضان وهذه الأشياء في المباحث الفقهية لا نطيل بها الآن إذن نقول بأن الإخفاء روايته لم تستمر ولكن العمل ما زال مستمرا في بعض الأعمال العمل به ما زال مستمرا في بعض الأعمال لكن قال ابن الباذيش في التعليق على هذا قال ورب شيء هكذا يروى ثم يسقط العمل به ورب شيء هكذا يروى ثم يسقط العمل به وقال الإمام الداني في تمهيده نقلا عن من نقله وهو شارح الدراء حينما ذكر الإخفاء قال والعمل على خلافه العمل على خلافه كأنه ترك كأنه ترك وتجدون أيضا الإمامة مكي بن أبي طالب القيسي يقول في تبصيرته وهو المختار يعني الجهر نعم وأيضا الحافظ الداني في آخر الباب في جامعه يعني ما أورده في الباب من الجهر بالتعوذ قبل القراءة قال عليه العمل عند أهل الأداء في مذهب جميع القراء اقتداء بالسنة واتباع للأثار إلى آخره إذن فالجهر عندنا هو المجتمع عليه وهو الذي عليه العمل وفي معظم كتب الداني يقول عندما يتحدث عن الجهر والإخفاء يقول وبه آخذ أي الجهر وبه آخذ وقد اتكل في ذلك على شيوخه وعلى شيخه أبي الحسن وقد اتكل شيخه أبو الحسن على أبيه ابن غلبون حينما قال وبه قرأت وبه آخذ أي الجهر أيضا يأخذ منه الجهر وحينما يذكر الداني التعوذ في بعض كتبه ولا يذكر جهرا فإننا نحمل ذلك على الجهر حينما يسكت فإننا نحمله على الجهر كما وقع في التعريف وقد رأيناه كما ذكر في الموجز أيضا ولعله أيضا في إرشاد المتمسكين نقل عن شارح الدرر لأننا لم نرهما وقد ذكر ثلاثة كتب في ذلك وذكر معهم التعريف وقال يحمل يحمل على على الجهر إذن الجهر هو الذي به أخذ القراء الذي سار عند عامة أهل الأداء في سائر الأمصار وترك الإخفاء إخفاء الاستعاذة إلا ما كان في قراءة المرء في نفسه أو ما كان في الصلاة على أصحي القولين كما كما تقدم إذن ما الذي نستفيده مما سبق بالنسبة لي للاستعاذة أن المختار في لفظها هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المختار هو نعم مع أنه لا تترك المراوحة بين الصيغ الصحيحة المنقولة وهذا مذهبون المختار عند أهل الأداء هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نترك ولا نهمل المراوحة بين الصيغ المنقولة الصحيحة عن أئمة القراءة ولذلك نرى أن يختار في القراءة الاستعاذة بهذا اللفظ الذي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو المختار وأن لا تهمل الصيغ الأخرى ونرى في غير القراءة أن يستعاذ بهذا اللفظ وأن يراوح أيضا بين بين الصيغ الاستعاذة الواردة في غير القراءة كدخول الخلاء وكالاستعاذة بالله من الغضب وكتعوذ بالله من فتنة الدشال ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن إلى آخر في الأبواب أو الأشياء التي وردت فيها صيغ الاستعاذة إلى آخر إذن نقول بماذا بأن المختار هو هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونراوح بين بين الصيغ الصحيحة حتى لا يفوتنا شيء مما نقل صحيحا احفظوا هذا حتى لا يفوتنا شيء من الخير نراوح بين الصيغ وإحياء لهذه الصيغ جميل الثاني أننا نأتي بها قبل قبل القراءة أننا نأتي بها قبل القراءة وأن الفاء في قوله تعالى فإذا قرأت هي على موضوعها وعلى موضعها من من التعقيب على موضعها من التعقيب وإن كانت الاستعاذة قبل القراءة قلنا لأن العرب يعبرون بالفعل عن ابتدائه تارة وعاني الانتهاء منه تارة أخرى فمعنى قوله فإذا قرأت أي فإذا ابتدأت أو فإذا أخذت في القراءة وضربت لكم أمثلة من من الأحاديث أليس كذلك ومن أهل العلم من يقول بأن الفاء ليست على بابها من الترتيب والتعقيب وأن في الآية طي وأن في الآية إضمار وأن في الآية حذف وهو حذف السبب الذي هو هو ماذا هو الإرادة فحذف السبب وأقيم المسبب الذي هو القراءة لاتصالهما وعبر بلفظ الفعل عن إرادة الفعل لماذا لعدم انفصالهما عن بعض لأن الفعل يكون مع الإرادة بغير فاصل يوجد معها بملابسة ظاهرة يوجد معها ولا يفصل عنها فالاستعاذة بعد الإرادة وقبل القراءة بعد الإرادة وقبل القراءة وضربوا لذلك أمثلة من القرآن في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا قالوا ماذا قالوا قمتم إذا أردتم القيام لكن هذا ليس على إطلاقه لكنه يقيد بالقيام المطلق إذا كان قياما مطلقا فإننا نصححه ونؤمن به ونقول به لكن إذا كان قياما مخصوصا كأن يكون المعنى أن تقوم من النوم مثلا إذا قمتم من النوم مثلا إلى الصلاة فاغسلوا إذا كان على هذا بهذا القيد بهذا القيد فلا يصح لهم التنظير بين الآيتين إذا كان بهذا القيد فلا يصح لهم التنظير بين الآيتين وكذلك في قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها أهلكناها فجاءها بأسنا أيضا يمثلون بهذا فالفاء هنا دخلت لماذا على رأي الإمام السهيلي دخلت لترتيب اللفظ لترتيب لترتيب اللفظ وإن كان مجيء البأس قبل الهلاك في الوجود وفي المعنى أيضا فدخلت الفاء فقط لترتيب لترتيب ماذا لترتيب اللفظ لأنه قدم في الذكر ما كان الاهتمام به أولى قدم الهلاك لأن الاهتمام به قدم ماذا الهلاك في الذكر في الآية لأن الاهتمام به به أولى ثم يجب أن تعلموا أن في القاعدة العامة أن قرائن الأحوال اعلموا هذا قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ المطابق قرائن الأحوال الألفاظ إنما يؤتى بها لأجل المعاني أليس كذلك الألفاظ يؤتى بها لأجل المعاني أليس كذلك فإذا ظهر المعنى بقرينة حالية أو بغيرها فأنت بالخيار فلك أن أن تأتي باللفظ المطابق ولك أن لا تأتي باللفظ المطابق فإن أتيت باللفظ المطابق وقد جاز لك ذلك فإنه من باب التأكيد فقط وإن لم تأتي باللفظ المطابق فللاستغناء عنه لأن المعنى قد حصل في كف الذهن مجازا لأن المعنى قد حصل في الذهن أو قد حصل في كف الذهن فالمعنى إذا حصل لا تأخذ منه الوجوب في مطابقة اللفظ نعم وعدم مطابقته أليس كذلك فهمتم هذا أم لا؟ قرائن الأحوال افهموا هذه المباحث العقلية الجيدة قرائن الأحوال نحن لا نكتفي بالرواية فلا بد لنا من إعمال العقل في مثل هذه الأشياء كما أن الفاء وثم يأتيان أيضاً لترتيب اللفظ وترتيب الخبر وترتيب المعنى ترتيب الزمن وهذه الأشياء متداخلة متداخلة فيما بينها أليس كذلك؟ أذكر من ذلك قول أبي نواس حينما يقول إن من ساد إن من ساد ثم ساد أبوه إن من ساد اسمعوا ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده ثم دخلت هنا لماذا؟ لترتيب الكلام لا لترتيب المعنى في الوجود فتنبهوا لهذه الأشياء فملاحظها قيمة إذن عندنا نقول ماذا؟ نقول بأننا نأخذ الاستعاذة هذه مراجعة فقط نأخذ الاستعاذة قبل القراءة نأخذ الاستعاذة قبل القراءة جميل ثم بعد ذلك ماذا؟ ما الذي يأتينا بعد هذا؟ الإخفاء والجهر إذن عندنا الصيغة وقد اخترنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن نهمل المراوحة بين الصيغ وأخذنا أنها قبل القراءة أليس كذلك؟ ثم نأخذ أيضا الجهر بها نأخذ الجهر بها إذن أخذنا صيغتها المختارة وأخذنا محلها قبل القراءة وأخذنا التصويت بها هل بالجهر أم؟ بالإصرار إذن ما الذي استفدناه؟ قل أخذ عندك المقراءة حتى نشيد العالمين على إدراكك استفدنا بفضل الله تعالى في هذه الحصة مع شيخنا حفظه الله الصيغة للسعادة قلنا أن المختارة منها هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع المراوحة بين الصيغة المروية وكذلك تحدثنا عن محلها قلنا بأن محلها هو عند الابتداء أو الشروع في التلاوة وثلتنا بمسألة الجهر بها أو السر بها فقلنا بأن أو الإصرار بها لأن العمل جرى على وقلنا العمل على جرى العمل سائر الأمصار عند سائر القراءة على الجهر اتكالا على ما ذكره الحافظ الداني واتكالا على ما ذكره مك بن أبي طالب القيسي واتكالا على ما ذكره ابن الباذش وسائر أئمة الأمصار سائر أئمة الإقراء في الأمصار لكن بقي لنا شيء الإمام الداني في تيسيره قال ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن وعند ماذا وعند الابتداء أيضا برؤوس الأجزاء مثلا في مذهب الجماعة اتباعا للنص واقتداءا واقتداءا بالسنة ثم ذكر الرواية عن نافع وحمزة التي مرت معنا بالإخفاء فلاحظوا والحظوا معي ماذا قال لا أعلم خلافا عند أهل الأداء في الجهر بها لا أعلم خلافا ثم حكى رواية الإخفاء فهل هذا تناقض نعم قولوا حمية ليس بتناقض وأنا معكم على هذا ليس بتناقض لأنه فرق بين الأداء والرواية فرق بين ماذا بين الأداء والرواية فالأداء شيء والرواية شيء آخر على الأقل في هذا المبحث وسيأتينا تفصيل ذلك لكن حينما قال اتباعا للنص واقتداءا بالسنة أين النص الذي أخذ منه الجهر يريد بالنص ماذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهل في الآية تنصيص على جهر أو إسرار لا يصح ذلك لا يصح ذلك فلعله أراد بها أنه يبتدأ بها كذا في استفتاح القراءة إلى آخره أو لعله أراد النصوص النصوص التي وردت في ذلك فعلى هذا فعلى هذا يصح أما الآية فلا نص فيها على جهر ولا على إسرار وإنما يجهر بالاستعاذة حيث يجهر بالقراءة ويسر بها حيث يسر بالقراءة على التفصيل الذي قدمناه قبلا على التفصيل الذي قدمناه قبلا إذن بقي لنا قوله ولا أعلم خلافاً مع سوقه لرواية الإخفاء عن نافعين وعن حمزة أليس كذلك؟ فنحن نقول هناك فرق بين بين ماذا؟ بين الرواية والأداء أنتم فقهاء وتعلمون بأن المسائل الفقهية قد يكون فيها هذا قد يأتي في المسألة شيئان عمل ورواية أو روايتان صحيحتان فيستمر العمل على إحدى الروايتين ويُترك العمل بالباقية بالأخرى أليس كذلك؟ يُأخذ العمل أو يستمر العمل على إحدى الروايتين ويُترك العمل بالرواية الأخرى مع أنها صحيحة مثال بسيط عند الإمام مالك الرواية عنه برفع اليدين عند عند الركوع ولا نفصل في ذلك لا نورد ما قاله قاسم ولا ما قاله أشاب ولا ما قاله قاضي عياض ولا ما قاله ابن عبدالبر إلى آخره ولا نورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحة ولا نورد كل هذه الأشياء إنما أريد أن أعطيكم مثالاً عندنا بالنسبة ليتبين لكم المخرج للإمام الداني على هذا الجمع فاستمر العمل على ماذا؟ على ترك الرفع على ترك رفع اليدين عند الركوع أليس كذلك؟ مع صحة الرواية عنه برفع اليدين أليس كذلك؟ فلو قال منظر المذهب لا أعلم خلافاً في العمل بترك رفع اليدين عند الركوع على المالك أو عند المالكية أليس كذلك؟ ثم قال بعد ذلك وقد جاءت الرواية وصحت عن الإمام مالك برفعه برفع اليدين هل يكون متناقضاً؟ لا يكون متناقضاً لماذا؟ لانصراف الاجتماع والاتفاق إلى العمل دون الرواية إلى العمل دون الرواية وقد ذكر الإمام الداني رحمه الله تعالى سؤالاً سأله لشيخ أبي الحسن في مثل مثوايا وهدايا وبشرية إلى آخره قد يأتي النص عن الأئمة بخلاف ما جاءت القراءة عنهم قال سألت أبي الحسن عن مثل هذا عن مثل هذا أن النص قد يأتي عنهم بخلاف ما جاء عنهم الأداء الأداء عنهم بخلاف بخلاف المنصوص بخلاف ما نص عنهم في كتبهم نص على شيء ونقل عنهم الأداء بخلاف ما نص عليه أنفسهم أليس كذلك قال فقال لي فقال لي ذلك كما يروى من الأحكام وغيرها في الكتب عن الثقات والعمل على خلاف ذلك فذلك كذلك فذلك كذلك قال الإمام الداني تعليقا على هذا وهذا من لطيف التأويل وحسن الاستخراج رحمهم الله تعالى أجمعين أكتعين أبصعين وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر